أكد سعادة سيد أحمد مهدي الحدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أكد أن مجالس الشورى والشيوخ والمجالس المماثلة في العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة الكريبي تقع عليها مسؤولية كبيرة في الدفع بعجلة التعاون بين دول الجنوب وتوسيع قاعدته جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته في منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ والشورى في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكريبي الذي عقد في العاصمة المغربية الرباط وأشار الحدد خلال الكلمة إلى أن السلطة التشرعية في مملكة البحرين تؤكد أهمية تعزيز المسؤوليات التي تطلع بها البرلمانات لترسيخ أطر التعاون بين الدول النامية وذلك في طور إحداث التقدم المشترك والمنشود لجميع دول الجنوب في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام ورفع الكفاءة في استخدام الموارد الطبيعية وتنمية الموارد البشرية وأوضح الحدد أن مملكة البحرين لعبت دورا مهما وحيويا في مفاوضات إعداد أهداف التنمية المستدامة على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية وفي بلورة وسائل تنفيذها اشتركوا في القناة